بعد فشل بشاغة في دخول العاصمة طرابلس عبر بوابة وازن ذهيبة، كشف موقع أفريكا انتليجنس الاستخبارتي أن الرئيس التونسي قيس سعيد حذر فتح بشاغة من ممارسة أنشطته السياسية من تونس مطالباً إياه بعدم استخدام تونس قاعدة لطموحاته السياسية بحسب الموقع، الأمر الذي اضطره إلى مغادرة تونس نحو جنوب الليبي. الموقف التونسي يراه البعض أنه يريد النائى بنفسه عن التجاذبات السياسية في ليبيا بعكس الموقف المصري والجزائري. حيث كشف عدد من المصادر الإعلامية عن علاقة مخابرات نظام السيسي بتشكيلة بشاغة الوزرية وأن تحركات تشكيلة بشاغة تسير وفق التوصيات المصرية. كما تحدثت المصادر الإعلامية عن سعي القاهرة لفرض مبعوث نومي عبر التواصل مع عدد من الدول الإفريقية منها جنوب أفريقيا من أجل التوافق على مقترح باسم شخصية أفريقية ترأس البعثة الأممية في ليبيا بدلا من المستشارة الأممية ستيفاني ويليمز والتي لم ترق سياستها الأخيرة لنظام حكم السيسي. ناهيك عن رعاية القاهرة لجلسات مباحثات القاعدة الدستورية برعاية عباس كامل رئيس المخابرات المصرية. التدخل الدولي والمصري قبلته ردة فعل مضادة من الجزائر حيث صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن الحكومة التي لها الشرعية الدولية في ليبيا هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد البيبة مؤكدا أن الجزائر مع الشرعية الدولية ولا شيء غيرها. مضيفا أن الجزائر بصدد دراسة تنظيم مؤتمر دولي يعنى بالشأن الليبي يحرصون فيه على الخروج بنتائج إيجابية تسهم في حل مشكلة الأزمة الليبية. وفي ظل الانسداد الحاصل بالمشهد الليبي يرى البعض أن محاولات الأطراف الإقليمية إن شاء أجسام موازية للأجسام الشرعية يزيد حدة الانقسامات السياسية ويدخل البلاد إلى نفق من الأزمات لا نهاية لها.